أهلاً وسهلاً بالمؤبثة الكرام حلقة اليوم ستكون غاصة بفرنسا الأمب البيولوجية من القوة الهاربة تطور أسديل البارح التي تقع في فرنسا والتي توقع كل يوم لا تبشر بالخير لكن قبل أن نبدأ دعونا نتوقف عند واحد الكتبة وكتبة اسمها وكتبة كبيرة واسلوقية وماذا سلوقية؟ في بلاد الكذب والبروباغندا وصريح القطعان بلاد السحاسح كنت قلت قليلاً ويظهر لفتليفون واحد من شرود جريدة الشرور أو الشروق أو العقوق كتبين فيه باستخدام طائرة المستأجرة وطائرة البي 2000 الروسية التابعة لقوات الجيش الجزائري الداخلية الجزائري تؤكد استمرار طلعات الجوية للسيطرة على حرائق الغابة قلت لا يمكن ماذا يضرب الصح؟ ماذا مني يتم زعمه؟ وأنا ندخل المنشور لكي نرى هذا الحساب ماذا حساب غير رسمي غير للضحك؟ حيث أن الحسابات مثلاً يدرون يعني يتنظم بأثناء شخصيات معروفة أو جرائد معروفة خاصة في المناصة تويتر ساعة المفاجأة الكبيرة لقيت فعلاً الحساب الرسمي للشرق الجزائرية تقول لك ومن دخلت الرابط المقال لقيتم فعلاً كاتبين أنه في الجزائر في هذه الأسبوع تم استخدام طائرات كثيرة وطائرة الإطفاء الروسية التي قال تمتلكها في الجزائر لا نكذب عليكم تبلوكيات إذا قال يوتيبر أو وعد في الفيسبوك أو في تيك توك من جراء روا نقول أن تكذب ليس مشكلة واحد من 17 مليون ناس لا تكذب ليس مشكلة ولكن يكون كذب على مستوى الدولة وعلى مستوى الإعلام التابع للدولة هذا شيء خطير جداً وخواه مول في الكذب ولكن ليس إلى الدرجة الأخرى الناس تموت في العشرات في الأيام هذه ولا يوجد فيديو تبين هذه الطائرة الضخمة الروسية قط في الحرائق وهذه الطائرة المبيدة لديكم كانت غير وحدة ليس طائرات كانت غير طائرة وحدة وذلك قال لك بالجريدة الشروق نشرت هذا الخبر استناداً لبيانة الوزارة الداخلية الجزائرية وفعلاً دخلت وردت البيانة الرسمية في الموقع الوزارة الرسمية وهذا ولكن فالبيانة الوزارة لم تدرسوا بالاسم على الطائرة الروسية بل قالوا في جملة غريبة جداً قال لك بفضل فعالية التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة شوفوا البروباقاندا كيف تعمل وذلك سأعرفينه وغيراً كان ذلك المرات متفاجأة الوزارة تقدر دائماً بالضبابية والجريدة الشروق والإعلام بصفة عامة لأن كل إعلام يكتبونه بلا حشمة الوزارة لم يقال نسخة الطائرة ستعرف أنه ما عنداش أصلاً ومشاريعهم وكاتباً من خلال طائرات المقحمة المقحمة صف الله العادي لا أستطيع أن نخسره كيف مقحمة وين مقحمة أصبحت قسم الرأس بعد الواقع حفل الكاذب والناس تموت بلس ما تقدموا اعتداركم للشعب وتدروا استقالة جماعية خدامين تبردعوا فيهم ولكن صراحة يحبون التبردع مصطفق أرى لي المقطع داخلية الجزائر إن شاء الله طائرة واحدة عن قريب المشكلة تعلق ب المحرك طائرة الموتر الذي يصنعه في أوكرانيا وطائرة الكل تصنع في روسيا اسمتي الشرق لا يوجد طائرة روسية لا صينية لا فيطنامية لا يوجد طائرة لعب الريح لماذا تكذبوا هذه الواقاحة بالطريقة المفضوحة والغبية طائرة الروسية ما تقول الطائرة شابه لا تبين لجراروا لكي يصورها لا يستطيع أن يصورها واحدة ويكطف العافية كون بعدها كانت عندكم فعلا طائرة روسية في الجيش الجزائري كون راكم وتفرعون لنرسنا بالفيديو وتتصور هيا الطائرة هيا الطائرة فيما يمشت الطائرة كنت تصورها وتفرعون لنرسنا بها المهمة جراروا لا يوجد طائرة روسية وأعتذر أننا هبطناك مع تاني فضل خضاء الوزير الداخلي الجزائري قبل أسابيع قليلة قال لم يكن المحرك لم يكن الموتار وراءكم رأيكم ضربوا الحرب التي كانت بين أوكرانيا وروسيا ومن سابع المستحيلات أنهم يتجمعوا جمع أوكرانيا وروسيا ويتعاملوا مع ماضياتهم لكي يصابوا لكم أنتم مطيار لا تشموش المحرك الأوكراني وخاجروا لا تبينوا في الدولار أما أنهم غير كذب كذب أحمود المهمة كذبون لأنهم تعززون لي أو أريد الحل للحرائق للحل النهائي أن أرى عندي تواصل معي في الخاص هذا نزل من الحريرة القوة المضروبة للجزائر إلى أمها البيولوجية فرنسا في أوروبا فرنسا رأى مقلوبها ويستمر السقوط الحر من إمانويل مكرو كنت أريد أن أقول لكي تبخيرها ولكن تفكرت أن التبخير لا تبينوا مع المحيوس وحتى قطر مقدات الأوام المهمة هذه هي كان شرطة فرنسية عنف المتظاهر مؤخراً في مدينة مرسيليا القضاء حكم على هذه الشرطة بالاحتجاز الاحتياطي في السجن يعني في انتظار المحاكمة داروه في الحراسة النظرية خرج رئيس الشرطة الفرنسية المتفخي دي ريكفو وقال لهم أنه يرفض سجن أي شرطة فرنسية ويكون أخطاع أثناء المزاوى للعمل غير لكي تكون في الصورة هذا دي ريكفو الذي أتكلم عنه تقريباً نوعاً ما بحل الحموشياتنا في المرس من بعد تصريح الخطير والمثير للجدال خرج مدير الشرطة في مدينة باريس لغو نوناز وقال نفس الكلام أن الشرطة الفرنسية لم يتجن في الحراسة النظرية ويكون مشاكل أو أخطاع وبهذا التصريح تود عام كلام رئيس الشرطة الفرنسية بصفة عام وستشعرت خطورة هذه التصريحات من المسؤولين كبار في الأمن وفي الشرطة الفرنسية فرنسا دولة ديموقراطية ومن قبل الحكم الماكروني لم يعمر شيء واحد ومسؤول كان يقدر يتجرى على القضاء أو القوانين الفرنسية ويقوم بحل التصريحات لا يمكن رئيس الشرطة الفرنسية من قبل يقول هذا الكلام الخطير الذي هو ضد الصور الفرنسي والديموقراطية بصفة عام هذا التصريح الخطير الذي يميز بين الفرنسيين لم يكن يخرج إلا في حالة وحدة إلى رئيس الشرطة أعرف أن رئيس البلاد ضعيف وخيف منه كبدت فروسيا في الأول الرئيس فاغنر كان غير ينظر كان غير يدير تصريحات كان غير ينتقد حتى قليلا القوانين الفرنسية في الأصل لا تميز بين الشرطة والمواطن والشيء في الدول بصفة عام إلى الشرطة لا يحترم القانون ويجعل جريمة مثلا يتعاقب عليه يتسجن بحال أي مواطن وهنا تصريحة الإخرجات الخطيرة هي بين قوسين تتأكد لأن فرنسا في حقيقة الأمر ليس دولة ديمقراطية بل هي دولة بوليسية وهي الإشارات بدأت تتبعها أصلا فشقت عليهم مكرو الأنترنت في التظاهرات عفنا بأنها دولة بوليسية الشرطة يضغطه مباشرة للرئيس الفرنسي ويحاول ويقوموا طبقية في المجتمع لكي يكونوا محميين المواطن الفرنسي لحكم القضاء يستجن في الحراسة النظرية مثلا يتطبقوا عليه الشرطة الفرنسية عن طريق الرئيسة بغاية مثلا هذا ما يتطبق عليها وهذا لا يمكن أن يخرج العالم وصل على هذه النقطة إذا لم يكن رئيس الشرطة شد ماكرو أي شيء أو عارف أن ماكرو لا يساوي شيئا أمام الشعب الفرنسي بلا حماية الشرطة بعد الضجة التي تطبقوا في المجتمع أخرج الرئيس الفرنسي بغاية ويجعل شيئا ويجعل شيئا مصطفى لا مصطفى نعم مصطفى مصطفى لا يمكن نعم مصطفى المنزل مصطفى مصطفى نعم مصطفى رمضان ماكرو في الحل لنا التصريح الماكروني سنقرر فيه بزاف ضعف والخوف وغياب شخصية الرئيس القوي لأنه أولا كما لحته لم يخاطب صاحب التصريح المخطئ الذي هو رئيس الشرطة الفرنسية ولم يمكن أن يجعل الكلام مباشرة يعني بدأت يدخله وخرج في الهدرة ثانيا بدأت يصبغ بطريقة مبالغة في الشرطة وماكرون ستلخبزة ورجال النظافة في فرنسا يعملون بزاف سوائع ومن يطلبها منهم لا شيء غير الشرطة ببعضها المهم ستلخبزة جيدا الشرطة وشكرهم بطريقة مبالغة فيها وحتى الأخر لكي لا يتفضح قال لي أن هذه النوطة حتى أحد لم يكن فوق القانون صافحة أخوتي العزيز ماكرون تكرغل صافحة ما لدينا ما نفعله وانت أول واحد كنت فوق القانون غير مؤخرا انت كرئيس دولة ديمقراطية كنت في مشكلة نائل اللوقعات خرجت بتصريح يودين الشرطي وهذا يا رئيس فرنسا هو أكبر عدم احترام للقضاء الفرنسي من الرئيس الفرنسي انت في هذا المنصب ليس لديك الحق تدين الشرطة قبل مساري للتحقيق القضاء وقبل أن القاضي يعطيه الحكم يعني رئيس الدولة يعطى الحكم وقبل القضاء وفي هذا الحال انت كنت فوق القضاء وربما ستؤثر عليه في مبع اين هي الديمقراطية الفرنسية ونرى الشعب الفرنسي يوهان ونرى أيضا القضاء الفرنسي يوهان اين هي مبادئ الجمهورية ونرى رئيس الشرطة يدير تمييز والطبقية ويطالب بعدم معاقبة الشرطيين رغم ارتكابهم من الأخطاء والجرائم وليس لحراسة النظرية الشرطة الفرنسية فهمت على أنها هي التي تحكم في الدولة وهذا شيء من المشكلة لأصحاب سطرات الصفر لأنه لو لا تعني في الشرطة لم يكن ماكروه سننجح معه أيضا في الأحداث الأخيرة قامت قيمة الشرطة الفرنسية في حماية مصالح الرئاسة فقط لذلك نقول اليوم ونؤكد اليوم أن فرنسا الديمقراطية أصبحت دولة بوليسية بمتياز وأن الرئيس الفرنسي الحالي هو أضعف الرؤساء الذي كان في فرنسا وخاف من رئيس السرطة الفرنسية هنا هي مبادئ الجمهورية التي منها المساوز من الرئيس السرطة الفرنسية يطالب بالطبقية وبالمتيازات ونقول لكم كيف فرنسا أم لا الدولة بوليسية تصريحات ماكروه تصريحات التي كانت ضعيفة بزر خرج أيضا وزير الداخلي الفرنسي ضغمانا لأصوله جزائرية وقال لهم من 24 يوليو يعني البارق قل لهم أنه يدعم ويتق في رئيس الشرطة الفرنسية لخرج بدل تضيح هذه المؤخرة يعني كل من رئيس ووزير الداخلي الفرنسية عارفين أنهم لا يساوون شيئا بلا رئيس الشرطة والشرطة الفرنسي لو كان هناك رئيس فرنسي قوي ووزير داخلي قوي تصريحات رئيس الشرطة ستحاسب عليها و ستحيد من منصب ديالو و ربما يقدر يحال إلى القضاء لأن تصريحات الرئيس الشرطة تعتبر تحريض على العسيان وتحريض على عدم احترام القضاء و قوانين الدولة الفرنسية لا يمكن أن يؤدي إلى كارثة أكيد ستبنيه رجال الشرطة لأنه سيأتي مع القناديين و سيحميهم ماذا مثلا لو قاموا بإضراب أو بإعلان العسيان أو حتى بالإنقلاب على الدولة الديمقراطية الفرنسية أما بالعكس نرى وزار الداخلية الفرنسية الضعيف يشكره و يدعمه من فوق و نرى رئيس الدولة يشكر الشرطة و يسبغهم لن ينقلبه ماكرون سابقا قال لأنه كذبون محتجز من طرف جنرالات العسكر صدقتها يا ماكرو و ركحتين تتكرغلتي وتنتب رأسك والتي محتجز من طرف الشرطة الفرنسية و ضعيف أمام الشرطة الفرنسية هذا دليل آخر على دعو فرنسا الكبير وهذا الشيء الذي يفصل على خرجات في عائد ماكرون من التوازن في التعامل بين فرنسا الجزائر و فرنسا المغرب كل الرؤساء الفرنسيين السابقين قبل منه كانوا يديروا الخطر للهبية للجزائر و يضحكوا عليها ولكن كانوا يتعاملوا مع المغرب ببراجماتية أما ماكرون فهو ضعيف بزاف و عرض مصارح فرنسا مع المغرب للخطر خاصة فالساوى بين المغرب والجزائر وتوصف في ملف تأشيرات بكل بطاطا فرنسا الماكرونية ضعيفة بزاف و كانت محتاجة إلى صفاقات و أموال إضافية من الخزائن الجزائرية لكن كما العادة هذا الضعف و استغلال الخزائن الجزائرية بطبيعة الحال سيكون في صالح المغرب مع الوقت ستكون نتيجة واحدة فقط وهي اعتراف فرنسا بالصحراء المغربية اعترافا سيكون رسميا قانونيا مسجلا في الأمم المتحدة وتعامل فرنسا مع المغرب القوي لا يجب عليه أن يكون متل تعاملهم مع الجزائر الضعيفة التابعة للداخلية الفرنسي نكتفي بهذا القدر شكرا لمتابعة كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم